في ظل الهجمات الإرهابية التي تشهدها تركيا نلحظ تنامل الضغوط التي تضغط على الاقتصاد التركي وعلى السياحة التركية بشكل عام من جوانب متعددة إرهابية وغير إرهابية إذن ما هي الجوانب التي تضغط على السياحة وعلى القطاع السياحي الحيوي لبلد مثل تركيا نلاحظ أولا وبشكل أساسي طبعا العامل الأمني والعامل الإرهابي في العام 2015 على كامل مدار العام 2015 كنا قد شهدنا سبعة هجمات إرهابية فقط في الأشهر الستة الأولى من العام 2016 نلاحظ حتى الآن حتى مساء الأمس كان هناك عشر عمليات إرهابية وبالتالي كان هناك ارتفاع بعدد الاستهداف لتركيا بنحو 43% مساهمة القطاع السياحي ولماذا القطاع السياحي حيوي ومهم جدا لتركيا أولا هو يساهم بنسبة 4.4 من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي هو عنصر مساهمة أساسي أيضا هو يصد العجز في الحساب الجاري بنسبة 80% ويستقطب 8% من القوى العاملة التركية وبالتالي هذا يعطينا لمحة على أنه هو مشغل أساسي لليد العامل عدد السياح الأجانب في تركيا خلال هذه الفترة في 2014 كان هناك 40 مليون سائح بال2015 كنا قد شهدنا بدء خاصة مع بدء الحرب في سوريا والضغوط من الجوار التركي كان هناك ضغط أيضا على تركيا بشكل عام وعلى القطاع السياحي انخفض عدد السياح إلى 36 مليون في 2016 مع تنامي وزيادة الضغوط الأمنية لدينا توقعات حتى الآن 20 مليون طبعا سائح وهذا كله بسبب الهجمات الإرهابية بسبب سقوط الطائرة الروسية وتنامي التوتر لتركيا مع الجوار مع روسيا وغيرها هناك توقعات بأنه في العام 2023 سيرتفى عدد السياح على 50 مليون سائح وهذا كله مرتبط طبعا باستقرار الأوضاع وبنجاح خطط الحكومة التركية الهادفة إلى زيادة وإلى تنمية القطاع السياحي إرادات قطاع السياحة التركي في العام 2014 كان لدينا نحو 35 مليار دولار عادت على الخزينة بسبب قطاع السياحة أيضا في 2015 أكثر من 31 مليار دولار بتوقعات توقعات طموحة جدا للعام 2023 وهذا ما تستهدفه الحكومة التركية مع كل الإجراءات التي تتخذها الوصول إلى نحو 50 مليار دولار كعائد من قطاع السياحة كيف يتوزع جنسيات السياح الأجانب في تركيا الألمان يحوزون على النسبة الأولى هي النسبة الأكبر من السياح الذين يفيدون إلى تركيا أكثر من 17% وفي المرتبة الأولى هم من الألمان ومن ثم الروس ولهذا نرى أهمية اليوم ما تفعله تركيا من تحسين علاقاتها مع روسيا وتصفية النواية لأن الروس يشكلون العنصر الثاني بالنسبة لعدد السياح الأجانب الذين يفيدون إلى روسيا بأكثر من 10% البريطانيون يحلون في المرتبة الثالثة بنحو 7% وعدد كبير من السياح من كل جنسيات العالم خاصة أن تركيا تخذت إجراءات لتسهيل موضوع التأشيرة الدخول إليها خاصة للدول العربية وبالتالي رأينا دخول أكبر لعدد جديد من السياح العوامل التي أثرت بقطع السياحة التركية طبعا أولا التوترات الجيوسياسية إن كان في الداخل التركي كان هناك ضغوط داخلية وأيضا ضغوط من الجوار تفجيرات الأماكن السياحية تركيا واضح أنها مستهدفة كما ذكرنا حتى في 6 أشهر الأولى من العام 2016 الارتفاع الكبير في عدد الهجمات الإرهابية أزمة إسقاط الطائرة الروسية والتوتر الذي حصل على خلفية سقوط هذه الطائرة بين تركيا وبين روسيا ما هي الإجراءات التي تخذتها تركيا من أجل تحفيز وتحسين القطاع السياحي أولا دعم وكلات السياحة التركية ب87 مليار دولار أيضا إعادة هيكل ديون شركات السياحة التركية والترويج للسياحة التركية في مناطق جديدة خاصة وأن تركيا شاسع لديها عدد كبير من الأماكن السياحية ولديها أماكن وعناصر جذب للسياح إن كانوا من الجوار العربي الإسلامي وحتى من العالم والترويج للسياحة التركية في مناطق جديدة كما ذكرنا وطبعا اتخاذ إجراءات مثل تسهيل التأشيرة لبعض الدول وخلافه أداء الليرة التركية خلال العام 2016 كنا قد رأينا تذبذب واضح ولكن الليرة التركية طيلت الفترة الماضية تحاول التماسك عند الـ 2.9 ولكن تذبذب واضح بعد محاولة تركيا لتحسين علاقاتها مع إسرائيل بعد سنوات من المقاطعة أيضا مع روسيا كنا قد رأينا تحسن بالأيام الماضية لليرة التركية ولكن طبعا الهجمات الإرهابية تعود لتضغط فإذن هناك العوامل الجيوسياسية التي تضغط على مؤشر الليرة التركية هناك أيضا العوامل الداخلية مثل الانتخابات في تركيا وغيرها إضافة إلى العلاقات مع روسيا مع إسرائيل ومع كل دول العالم ومحاولات طبعا تركيا المستمرة من أجل تجاوز عقبات دخولها وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي إذن كانت هذه لمحة سريعة عن أداء وعن تحديات وعن الضغوط على القطاع السياحي التركي اشتركوا في القناة